نكمل جملة الأخيرة لما قولي سموكينج إز أباد إز باد فور يور هيلس يعني دارب صحتك كيف أقولي يا محمد محمد ما دخلش لا يسوش بقاطة طيب طيب اسمعنا ماشي يلا يا منا ومحيد ل Sacan تبارى أرض أن تبارى يومس نزحي anche تبارى هيلس حول محمد تبارى رميك تبارى نزحي تبارى محمد يا محمد ايلس حول محمد إنه واحد من من منطقة جميلة عقوبة عز وجل عصبه محلوها محلوها مرية محلوها 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 أفضل كمان يا مريم. يبقى دو ينو يسرتن لي. دو ينو يسرتن لي. يبقى دو ينو دكتور مجدي عقوب أو دو ينو زافيمة سرجن مجدي عقوب. بقول يس. أيوة. وما ينفعش أقول السير مجدي عقوب. أي حاجة. أي حاجة. أنت عايزة تقولها بس قوليلي في الأول السؤال. قوليلي السؤال. الاقل لي. نعم السؤال بسواق. إن شاء الله حتى تقول لي انكل مجدي عقوب المهمية تقول لي. دو ينو.× tentacle مجدي عقوب. يبقى دو ينو داكتور يحق. يسرتان لي. ه 취 clients who are in heart surgery. سأل. تسأل。 قال لي. ه Lei received. يعني طلقة تعليمه في مصر. أنا. whether they don't you receive his education. تمام where did he receive education تمام بعدها بقول yes he visits Egypt yearly yearly معناها every year يلا يالينا ها تبقى how often does he visit Egypt جميل لو انا ما عندش يس جميل لو انا ما عندش يبقى does he visit does he visit Egypt تمام يبقى يبقى تمام طيب مرة رجعت في كلمك لي does he visit Egypt هل هو بيزور مصر اه طبعا بيزورها كل سنة does he visit Egypt كايزا بعدها قلت حاجة قل لي his service are priceless يعني خدماته لا تقدر بسعر او بتمن he performs free operations بيعمل عمليات مجانية when he visits Egypt لما بيزور مصر هقول ايه هناك يا منا what does he offer to Egypt تمام بس هو مدهالي هنا من غير سؤال دي اجابة انا متع سؤال لا هي اجابة مريم لا مش عارفها صراحة تمام هنا تمام مش عارفها برضي سير انا ممكن اقول استغفى الله العظيم اقولوا اي صفة على الراجل اقولوا اي صفة على الراجل اقولوا اي صفة على الراجل انت يا اسمين لا انا كنت اقول سؤال بس ينفع برضا اقول هوا هنا مش مديني سؤال يبقى ما انفعش اعمله سؤال يعني تلمي صفة دي سؤال اللي هي تلمي صفة مو ما فيش مشكلة تلمي مور 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 اقول انا رأيي اي 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 مور اي 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 وبعد كده الاجابة ما لهاش علاقة اساسا بالرد عليه لانه انا عايز ادي اجابة وخلاص التاني ده بيأكد له الكلام فبيقول له السيرفيزز ار برايس وهي بيرفورمس كذا وكذا وكذا يبقى فوق ده ما هو السؤال لاجابة انا بكتب جملة عادية يبقى هقول اي 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 محب الوطن ومثلا مفيش مشكلة المهم انا بقول جملة عادية ما هياش سؤال طالما ما فيش كويسشا ماركو قدام بعد كده بقول له اي اضمير هم سو ماتش وقال له انا كمان اضمير هم بروح بعد كده نعم ايه تاني واحدة في المحادثة ايه تاني واحدة في المحادثة بقول هنا هوت where did he receive his education الاجابة ان يجب where did he receive where did he receive هشيل لدي بس where did he receive his education تلقع تعلمه فين او تعلم فين تمام 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 نشوف القطع اللي بعد كده مدهاني عن الكتريستي الكهرباء ولي بفضل الكهرباء بمعنى بفضل كذا our life has changed completely تغيرت حياتنا the housework has become easier ده ممكن اخد منه لجزئة التكنولوجي مفيش مشكلة by the machines we can use at home the housewife can remove dust and dirt by the vacuum cleaner بالمكنسة she can wash a huge amount of laundry by washing machine women used to cook every day because it was impossible to store food for a long time but now they can cook food for a week or longer and keep it in the fridge people can also enjoy cold drinks and ice cream in summer they can also cook a big meal in a few minutes by the microwave oven modern inventions of communication have made the world little small the technology you can talk to people on the phone or you can talk to or see anybody in a time anywhere on the mobile phone or by the computer on the internet if you want to get information on any subject you will find the many sites for the subject you desire our life has developed much because people discovered and invent that people discover and invent new things every day the housework has became easier by the machines we can use at home how do housewives keep food for weeks they keep the food for weeks in the fridge the man in the fridge why has life developed so much why do or why henna has life developed so much maryam maryam because people discover and invent new things every day our life has developed much because aie aah khir sattr hewam iddin alija jibaba na muzajiyah fiyya dama thama housewives you use bistadimu eemind dola to remove dust tarashan yi zilu turab aaw illa triba minhara ala al ardiyat yalla ya lani لوجي اي اي سيد يلا البتاع دي اول واحدة اول واحدة اللي المكنسة الكهربية تمام نمبر 5 ياسمين مين في دولة ارمينز ارمينز اوه مينيكيشن موبايل فون موبايل فون ارمينز اوه مينيكيشن اللي وسائل تواصل او اتصال تمام نمبر 6 on the internet you can find اه من دولة on any subject you desire يعني بترغب فيه يا لينة information you can find the information on any subject يعني بتلاقي معلومة على اي موضوع انت بتدور عليه يبقى انا بلاي information ولكن في الكتير من لكن هنا المطلوب طبعا find the information on any subject تمام قطعة مهمة زي ما قلت لو قدام اللي بيحط امتحان بيجيبها في الامتحان لانها قطعة مهمة تمام ده بالنسبة لجولي سيما هو اخر واحدة في الاختيارات عشان نتقطع عندي في القطعة ولا في الاختيارات او لا في القطعة في القطعة information تمام يبقى تاني information وننا هنا mobile phones وننا هنا vacuum cleaner why has life developed so much because people discovered and they invent many new things every day بقول how do how is wives زي ربات البيوت keep food for weeks ان هما they put the food in or keep the food in the fridge how does electricity affect our lives بنقول ان our life has changed completely بفضل سنكستو electricity يعني اخذ السطر الولده كله سنكستو electricity our life has changed completely تمام ده بالنسبة لإجابة القطع اللي قدامي وقطعه من القطع المهمة نشوف كمان امتحان ونالعزين تناموا لسه بدر لسه بدر طيب ده امتحان كم ده 6 ياسير 6 ياسير 6 وهم كلهم كم امتحان تن يعني خلصنا نصهم المفروض تمام اه طبعا فيه هنا فيه اجابات في اخر المذكرة مش كده لا ايوه اقولي ما عرفش واحنا بنتطلع على الاجابات من الاجابات في حاجات غلط في حاجات بتبقى محلولة غلط في حاجات بتبقى محلولة غلط انا جايبها بس يعني كارشاد كده ولكن بيبقى فيه نقط غلط نقط غلط ما قلناش دعوها بالاجابات دي نحن نبكس فعلا علينا هنحل من 6 إلى 10 هنحل من 6 إلى 10 تمام تمام ونروح نكمل حاجة تانية فيه استعداد ولا نعم فيه استعداد ولا نعم اي حاجة يسير او اي حاجة يسير حاضر يا ماري تمام تعالوا كده شايفين حاجة قدامكم لا يسير بجد والله طيب هيا والله الشاشة يا صمي طب كده او كده تمام او تمام عندي جزئية الهنه اهو اهو جزئية الرايتنج السنة اللي فاتت كان بيقول لي ريتا باراجراف من 8 جمل على موضوع واحد من الاتنين what should we do to keep fit ده موضوع امتحان to keep fit تمام اللي هو هتكلم عن غزاء صحي هتكلم عن ممارسة رياضة هتكلم عن غزاء صحي هتكلم عن ممارسة رياضة او اتكلم عن افزيت توكايرو زيارة لك انت عملتها للقاهرة سواء الاسبوع اللي فات السنة اللي فاتت اي وقت حاجات يعني معتادة بالنسبة لنا فيه اللي امتحانات ده واحد بالنسبة لأسئلة النوفل بيقول لي علق هنا زا سي كيلدي ماي فاثر زا سي كيلدي ماي فاثر حد فاكر حاجة اميلي 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 بقى لها ويردس وبقى لها بتاع هقول اميلي اميلي سيت زيس ماشي عايزة تقول زيز ويردس ماشي بس عشان ماي نغلطش يبقى زيس وخلاص يبقى اميلي سيت زيس تو ديفيد ادزا سي او هم على البحر ذات هيرفادر ذات هيرفادر ضايد وبتسأله اذا كان هو خايف من البحر ولا لا وعرفنا طبعا في الحقيقة ان هو كان خايف بالفعل عدت عليكم ديفيد ديفيد سيت زيس ميستر مل مو ميستر مل ديفيد 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 قال لمين ميستر مل ديفيد اللي قال لميستر مل وير الزادوج لما شاف طبعا لما شاف اللي مكتوب عليها اه بيكيرفل او تكير او هي بايتس بيعود. تمام. ايه? نعم. ده شابتر سري. اه. مش. شابتر سري يا حبيبة ما حضرتهوش. ادخولي على اليوتيوب ورجع يا حبيبة الحصص. انا مش عاملة على اليوتيوب عشان عشان نسيبها ما نتفرجش عليها. يبقى خلاص قلنا طبعا هنا ده كان ديفيد اللي بيقول الكلام ده. نعم. يبقى اتقعي القناة على رامة الوطف. حاضر حاضر يا عمر حاضر. انشيرها تاني. خلاص يبقى الكلام ده ديفيد ديفيد سيت جهد رامة رامة الوطف. التي انه يبقى معه. ديفيد سيتم بيقول حاضر أو جهد رامة الوطف. النقطة الثالثة. نقطة سيتم بيقولها له وعرض تعالى mother when he returned from your mouth and he didn't find the her mother in the home or at home. اه هنا ما ننساش انه بيقول لكم منتو only on two. على على اتنين. طب انا جيت هنا وناسي واحد منهم ما فيش مشكلة يحلل الاتنين المطلوبين مني. اوكي? اوكي? الاسئلة. الاسئلة برضو بيقول لي جاوب على ثلاثة من الاربعة. جاوب على ثلاثة من الاربعة. هنا what did Mr. مردستون do when David bit his hand? عايز حدي بس يرفع ايده عشان يجاوب. مش عايز اللي يجابها المفتوح. مفيش. ها? مفيش? انا فيني دماغي. ياسمين. انا بقول what did مردستون do? هو مردستون عمله ايه لما عضه? هنا. he looked him in his room. he looked him in his room. looked. اللي او سي كي. بمعنى قفل عليه الاوضة بتاعته. حبسوا في الاوضة. he looked him in his room. برضو he hit him hard and looked. يعني ضربوا جامد بعدها وقفل عليه او حبسوا في الاوضة. الاتنين مطلوبين يا هنة. why did tradles and the other boys feel sad for Mr. Mel. اللي كانوا زعلانين عشان Mr. Mel اللي هو ترادلز والولاد التانيين. ماريم. Because Mr. Mel is poor and now he has no job. He can't get money for his mother. تمام. يبقى لوجود ديد هنا هو تخلي اجاباتي كلها في الماضي يا افضل يا ماريم. Because he was poor and he couldn't get money for his mother. وهو واز فيري بور هي كمان. تمام. اه طبعا شفتوا الاسم ده قبل كده. ده في شبط الفور صح? ماناش دعوه به. تمام? مش فتوقش. ما احنا بنقول اهوت طالما مش عندنا احنا عايزين لحد سري بس. بروف ذات Mr. Bigotti is a kind demand. يلا اصل ظن ده شفناه. بروف يعني اثبت ان بيجوتي يميس دهوة يا ستر هو كاين دةилان يلا يا يلا يا. لينا لينا عشان ما كانتش معانا في النوفل لينا. رحب بديفيد لما رح له بس كده طيب حد تاني حد تاني جاهز ماشي يا لين اخليكي معانا انا مش عارفة جاهز ايه اللي هو تاكير اوف ميسوس جامج و ايه ليتل اميلي وهان تمام تمام اوكي تمام ياسمين هانا هاتولن هانا بطريقة احلى شوي ايه ايه نزيل اميلي تمام يبقدر اقول بيكوز هي تاكير او بيكوز هي لت كان سامح او دع هي لت اميلي هام and the mrs جامج to live at his house او to live with him he was kind to them تمام خاصة افتر او بالنسبة يبقى هاقول لها تاني يا لينة بقول هناوة بيقول لي اثبت ان بيجوتي ده كان راجل طيب ان هو خلاهم يعيشوا معاه هو مخلين الناس دي تعيش معاه في بيته هو اللي بيرعاهم في بيته يبقى بيكوز هي تاكير او اميلي هام and the mrs جامج او بيكوز هي لتزيم live with him at home او in his house تمام ده بالنسبة لي اسئلة القصة السنة اللي فاتت بالنسبة لجزئية البويم القصيدة بيقول لي and does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue and i should like so much to play to have to go to bed by day بيقول لي paraphrase the lines paraphrase the lines يعني اديني الparaphrase هنا اللي هو الشرحة هشرح وقول ايه هنا بقى عايز حد كده مراجع على الشعر منا in the last stanza the boy complains about the idea of going to bed early he feels it is unfair to go to bed early when the sky is clear and blue and everything around him is so beautiful تمام ديت طبعا كانت the last stanza من كم stanza من سري من سري stanza تمام طيب تمام ده الشرح بتاع منا في حد عايز علق تاني على الشرح ده ماريام ماريام نعم اعمل برافريزي عني تاني والا اعمل برافريز تاني للايينز دي the poet the poet asks a question about it's unfair to go to sleep and the sky طيب طيب does the poet need an answer هل هو بيسعلي السؤال ده محتاج باجابة ها هو محتاج مننا اجابة نرد عليه باجابة لا طبعا هو مش محتاج اجابة ده هو مقرر من نفسه يبقى هقول هناوات he asks the question that refers to that it's unfair to go to bed early او by day طبعا على حسب ما قال the sky is still blue and clear and he is still listening to people walking and hoping الكلام ده كله should like so much to play في الوقت ده اللي هو المفروض ينام فيه هو عنده الرغبة انه يلعب to have to go to bed by day نفس الكلام تاني بنعيده مرة تانية what is the rhyme scheme of this stanza the rhyme scheme بتاع the stanza ده هيت كان ايه هنا التالتة قلنا في الاولى aabcdd هلنا هقول ايه eeff او eebb bravo eeff او eebb وقلنا bb lay وff lay تمام طيب السنة دي ان شاء الله بيجيلي بنفس الطريقة السؤال بتاع الشعر ممكن يجيب لي نفس الستنزة ونفس السؤالين تاني او انه يجيب لي استنزة تانية بس بنفس السؤالين اقول تاني هيجيب لي استنزة نفسها بالسؤالين ده هُم او استنزة تانية بس بنفس السؤالين اللي هو ال Nurses Scheme ده في الغالب يعني ان شاء الله يلا تصبحها لخير نعم أنا خايفة من الشابتر لحسن يجيب لنا من شابتر 4 وانت قلت لنا شابتر 1 و 2 و 3 يا لهوي هو فين شابتر 4 يا ماما فين شابتر 4 يا حبيبة ما انت قلت ما هجيب لنا سؤال هنا هو في يا حبيبتي ده السنة اللي فاتت هو ده متحن السنة دي السنة اللي فاتت كانوا واخدين 4 كانوا واخدين 5 كانوا واخدين 6 انت السنة دي عندك 3 مش هيعد التالت يا بنت ده بتاع السنة اللي فاتت ماشي يا سي احنا السنة دي 3 يعني كل سنة مختلفة عن السنة اللي قبلها يعني السنة اللي فاتت كان فيه 4 وحدات و 4 فصول أو 5 فصول السنة دي انت عندك 3 أو 3 هيجيب لك على 3 أو 3 بس مش هيعديهم يعني المهم من ذاكر التلاتة اللي احنا اخدناهم يا حبيب ماشي ميشي ميش